السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد إن شاء الله فيديو مفيد معنا النهاردة النهاردة مع موقع Artflow ولكن المواقع التطور فيها بيكون سريع جدا فعلا التطور الخاص بالمواقع في مجال الذكاء الاصطناعي بقى سريع والواحد فعلا مش ملاحق عليه يعني الواحد بيحاول قدر الإمكان يشوف الجديد في المواقع الأديمة اللي اتكلمنا عنها بيلاقي كل يوم فيه جديد ومفيد فيها فبحاول قدر الإمكان إن احنا نستعرض مع بعض الحاجات الجديدة في المواقع اللي اتكلمنا عنها من قبل من فترة وحصل فيها طفرة موقع من هذه المواقع هو موقع Artflow.ai موقع Artflow.ai بقى قادر على إنشاء شخصيات سبتة يعني تقدر إن انت تنشئ شخصيات سبتة في سينز مختلفة أو مشاهد مختلفة مش شخصية واحدة كمان لأ ممكن كمان شخصيتين يعني قادر على إنشاء أكتر من شخصية ودي حاجة ممتازة جدا الجميل كمان إن انت تقدر تcreate your AI actor ما تستخدمش الأكترز اللي أورادي موجودين هو بديك كاراكترز أورادي لكن انت كمان تقدر إن انت تcreate AI actor الخاص بيك وبيديك أول AI actor حضر رابو بشكل مجاني مرة واحدة بس تقدر تعمل الموضوع ده بتختار الأكتر gender بتختار الأكتر age بيختار اسم الأكتر لو فيه صور معينة انت عايز تعمل لها drag and drop علشان خصة بالكاراكتر ده علشان تعمل له train المنقعدة دلوقتي بيعمل كاراكتر ثابت بيعمل generate image وكمان بيعمل animate للimage تقدر ان انت تعمل story من خلال الكاراكتر فهنا مثلا على سبيل المثال لو انت حتستخدم كاراكتر زيدة فهنا ممكن تcreate image من خلال الكاراكتر ده لو انت عايز فلو رحت هنا اخترت مثلا كريات image انا هنا هستخدم الكاراكتر ده بروح بختار الimage time بتاعي general ولا portrait بروح اختار aspect ratio وهنا ده بالنسبة للportrait الخاص بالشخص انت ممكن تحط الأمر اللي انت عايزه فانت هنا ممكن تقول dynamic portrait of casa مثلا هتقول له مثلا he is sitting at his office talking in his mobile مثلا وهنا ممكن تختار الstyle cinematic ممكن تadd style انا هخليه cinematic زي ما هو اللي انا عايزة اعمله exclude ممكن اقول له double face hands legs deformation بشكل عام واسيب الشخص زي ما هو هنا هبتدي ان انا اعمل generate اطلع السين الجديد المعمول بنفس الشخص اللي انا مختراه او الكاراكتر اللي انا مختراه عايز تستخدم كاراكتر تاني فيه train your character ممكنك انت train your character وترفع العشر صور على الاقل لو كنت اتكلمت من قبل على train your character من قبل بشكل عام حنتين نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي مش بس ان انت هتنشئ الصور انت كمان ممكن تعمل انيميت للصور الارتفلو الفيرجن الحالي هو وفيرجن 2 وفيرجن 2 هنا لو انت عايز تستخدم مش عايز تستخدم ارتفلو فيرجن 2 تقدر تعمله off من هنا تقدر تقارن ممكن تكون انت مرتاح مع فيرجن 1 مش مرتاح مع فيرجن 2 فتقدر تقارن الموضوع ده هنشوف النتيجة دلوقتي معنا عاملة ازاي في حاجة كمان جديدة الحاجة دي ايه هي اللي هي director mood والdirector mood لو انا فتحته الاول اللي وقفت كده على علامة الاستفهام دي هتلاقي ان انت ممكن تتحكم في وحنشوف الموضوع ده انا بختار انهو صورة مثلا شايفة ان هي كويسة عكباني انا شايف الصورة دي كويسة جدا وهنا ممكن اروح اعمل انيميت ولو رفت عملت مور هنا make variant يعني يديني صور تانية متنوعة من الصورة دي create video with this image او download with watermark وdownload watermarkless ده premium فانا حي عشان طبعا بريميام ينزلولي من غير watermark طبعا للأسف هينزي بالwatermark بس هتلاقي الwatermark بتاعه مبوض تحت هنا اوكي فالموضوع مش هيبقى مشكلة كبيرة قوي ممكن تعمل animate لو انت عايز تحولوا الفيديو تcreate video with this image هنشوف كده هننتقل الى تحويل هذه الصورة الى فيديو وهنا حينقلني على الستوديو بيقول لي ان انا اقدر ان انا اcreate maximum of 20 shots اقدر اcreate 20 shots لو انا عايزة اعمل فيديو هنا حبتدي ان هو يعمل detect لي الوجه زي ما احنا شايفين هنا حبتدي في الديالوج تحت نحط الديالوج او الكلام مثلا اللي احنا عايزينه بقى موجود انا حطيته انت ليك لحد 1000 انا حطت 401 characters انت ليك لحد 1000 characters وممكن كمان تسمع voice معرفش هيظهر معاكو ولا لا من هنا كمان هتقدر تختار الشخص اللي حيتكلم مثلا انا ممكن هنا اختار english وممكن اختار يكون الشخص ده الصوت ده voice over هو ده الشخص اللي حيتكلم وابتدي اسمع voice over من هنا use this voice استخدم الvoice ده تعمله add استخدمت Elliot هو اللي حيبقى voice over هو اللي مناسب لكلام ده ومناسب للشخص او الكاركتر الموجود وبعد كده حبتدي ان انا لو في effect حب ان انا استخدمه حدوس على effect بالمنظر ده واختار انه no movement مفيش حركة right او left zoom out zoom in زي ما انا عايزة حبتدي اختار zoom out وبعد ما اختار zoom out بالمنظر ده كده خلاص حقوله export and animate كل export او كل one minute of art flow story بكوست حوالي 15 credits طبعا ده حوالي 24 سنية فقط حيكوست او حيكلف 20 credits من الكردت الموجودة عندك انت لك حوالي تقريبا ربعمية واربعين اعتقد او ربعمية وخمسين مش ادري اتذكر اعتقد ربعمية واربعين عشان انا استخدمتوا من قبل فانا مش عارفة بصراحة قد اي كان يقوليني exporting will create a new animation of your story ready to share with others هنا قال لي اديني my tell businessman quote وحقول له export video ونشوف الفيديو بتاعنا هيكون عامل ازاي زي ما بقولك دايما مواقع الذكاء الاصطناعي فيها حاجات كتيرة جدا وممكن كمان انت مع الوقت تكون اقدر مني في اكتشاف حاجات جديدة وشغل بشكل creative اكتر انا بس بوريك الامكانيات بتاعة الموقع وانت حاول تجول فيه بقى وتجرب وتشوف وتستخدمه على حسب انت حتستخدمه في ايه لان كل واحد اكيد لما بيكون عايز تستخدم موقع ذا دايب يكون له استخدام بشكل يتناسب مع الحاجة اللي هو شغال عليها فهنا انت تقدر تعمل images تقدر تعمل videos تقدر تعمل story فيه امكانيات كتيرة في هذا الموقع كفاءة بتاعته احسن الversion 2 كمان افضل من version 1 وحتلاقي فيه امكانيات كبيرة جدا وهو واخد كمان product 1 of the day من product hunt واخد رقم 1 فارتفلوب صراحة انا شايف ان هو ممتاز حاول ان انت دايما تدور على كل جديد في اللي احنا دايما بنشرحه وانا بطلع طبعا اكلمك وقولك عن الupdates بس صدقني الupdates في الزكاء الاصطناعي عالي جدا وسريع جدا 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 الفيديو خلص هنروح كده نبص على الفيديو بتاعنا تعملوا download لشين تسمعوا hard work can help people develop character motivate themselves overcome hardships and achieve their goals many successful individuals have received or given helpful advice regarding hard work as their achievements are often the result of their work ethic reading others thoughts on hard work can help you maintain discipline and motivation as you aim to achieve success in your career and life زي ما انتم شايفين في اتنين داونلود في داونلود وداونلود ويز سي 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 هنا الكابشنز زي ما احنا شايفين بتكون ظهرة وبينة فزي ما انت عايز ممكن تشايروا باللينك ممكن تشايروا على تويتر على فيسبوك على انستجرام على ريدت هنا دا الفيديو بتاعنا جايد جدا في ان انت ممكن تعمل ستوري وفي هنا كمان حاجة اسمع عندي ستوري ستوديو والستوري ستوديو في مرحلة البيتا وهنا اعطيك سامبل ستوريز ولو رحت هنا لي نيو ستوري هنا في حاجتين في هيلب مي جيت ستوري يساعدك في عمل ستوري او ان انت عندك الستوري فانت بتختاره بتتدي تمشي مع الخطوات بتاعتها هسيب لك بقى ان الموضوع دا تبتدي ان انت تستخدمه وهنا بيديك زي ما قلتلك سامبلز كده لستوريز اريدي معمولة بالذكاء الاصطناعي تقدر ننتق تبص عليها انت بتعمل أنيميت للأمج وممكن تعمل كرييت احنا عملنا كرييت فيديو في كمان أنيميت أنيميت ان انت تعمل أنيميشن للصورة بتاعتها كريوت نيو امج لان انا عايزة اواريكو حاجة انا كنت عايزة افعل الديريكتور مود بالمنظر دا كده وهنا بيقول لي الشخص انت عايزة وضعيته فين فانا مثلا عايزة الشخص في الحتة دي اوكي او عايزة في النص او عايزة هنا انا بحدد في ميت شات في فول شات تقدر ان انت تتحكم في الموضوع دا في كلوز اوب او تخليه كده زي ما انت عايز خليه ميت شات وهنا اكستريم كلوز اوب او فول شات هنا بتتحرك بالسلايدر دا زي ما احنا شايفين هنا لو انت عايز تفصري ان انت عايز اكتر من كاركتر يعني مش عايز كاركتر واحد انت عايز اكتر من كاركتر ممكن تختار الشوت تيمبلتز ان انت عندك 2 characters بالمنظر دا هنا بختار من تحت من الشوت تيمبلتز الكاركترز عدد الكاركترز بتوعي فانا ممكن اختار 2 characters في الوصف هنا في الارب بتبتدي ت combines scene به مثلا اوكي واكتب الوصفة اللي انت عايزه انا حددت انا عايزة ايه الفيس بتاع الشخص الاولاني ممكن هنا تحدده يكون مثلا الشخص ده وهنا تحدد الفيس بتاع الشخص التاني فتقدر تحدده وليكن شخص ده وهنا انا عندي شخصيتين وتقدر تدسكرايب البيكراوند ممكن سيتي مودرن سيتي تعمل جنريت لو انت عايز هنا انت بديسكرايب الثاند ممكن اقول من من is talking to another the other man is looking at the first man وانت بتبتدي توصف الفرس character والسكن character اخترنا وش الكاركتر الاولاني واخترنا وش الكاركتر التاني ممكن كمان تدسكرايب البيكراوند ممكن اخلي in the office مش لازم اخليه في the street اخليه في the office وحا exclude اللي انا عايزة from image وهنا add style لو انا عايزة اختار style تاني من styles دي في digital art 3d horror whatever انا هنا مش هاختاره ولا واحد من دول هاختار برضو realistic هنا خليه realistic واقول له generate وتعالوا نشوف شكل السين بتاعنا ايه فانا هنا عايزة اتنين character بنفس بقى تخيلوا انت ممكن تستخدموا نفس الكاركتر دي علشان او نفس الشكلين دول تعملوا بحاجات مختلفة تعملوا story من نفس الشخصين او تعملوا train your model وليكون model free انت ترفع 10 صور لشخصية انت عايزة هي اللي تبقى الكاركتر بتاعك فدي حاجة راجعي لك عايز تستخدم الكاركتر الموجودة هو عنده varieties وعنده تنوع في الشخصيات الموجودة في الموقع نفسه او ان انت تعمل train your character هنا هو عطاني اربع صور هنا المفروض انا كنت قلتله مثلا في negative او exclude الشخصين ذو the only two persons the only two characters عشان ما يزويتش هو من عنده شخصيات تانية فهو المفروض هنا ان انا كنت قلتله كده طب انا عايزة بس الصور اللي فيها two characters هيكون عندي الصورة دي او الصورة دي انا شايف الصورة دي حلوة زي ما انا عايزة هنا ممكن ابتدى ان انا مثلا اعمل انيميت او ابتدى اختار الصورة مثلا اللي عجباني وبتدى اقول له create video with this image لكن فيه معلومة مهمة جدا حاول ان انت لما تيجي تختار الصورة تخليها زوم ما تبقاش zoom out تبقى zoom in علشان ممكن يقولك ان الوجه ودي جربتها مش عارف يعملوا detect الفيس عشان انا عايزة يتكلموا فممكن هنا مثلا في كريات video with this image هنا هيقول لي الوشوش صغيرة الوشوش مش كبيرة انف عشان انا اعمل detect الفيس فاخد بالك اختار ان هي تكون zoom in طبعا احنا بنجرب طبعا احنا بنجرب فبنشوف الصحة وبنشوف الغلط وتفضل تجرب لحد ما تظبط خلاص انت ازاي ممكن تتعامل مع هذه الصور هنا بيحاول يعمل detect الفيس اعتقد انه هيجد صعوبة لان هنا ما فيه zoom in على الوش هنشوف مع بعض الموضوع ده هيكون اسهل هو بيحاول detect الفيس لكن اعتقد الموضوع ياخد منه وقت يقول لك هو مش عارف detect هو no face detected ان هنا الفيس is too small or not clear enough فاخد بالك من الحتة دي هنا انا هبتدي what would your character say هبتدي ان اقول الكاركتر انا عايزة يقول ايه علشان اعمل السين بتاعي فهنا انت كمان ممكن تختار الكاركتر اللي انت عايزه وتشوف الكاركتر ده انت عايزه يقول ايه مثلا فتبتدي مثلا هنا في حاجات في الـ upgrade فمش حين فاختارها لانها موجودة في premium وفي حاجات مثلا ممكن اختار Elliot الموجود for free اقول use these voice وابتدي ان انا اكتب مثلا انا عايزة يقول ايه او انتر الديالوج بتاعي فممكن انتر الديالوج بتاعي اسطناعي اتمنى تكون استفدتوا من فيديو النهاردة فيديو طويل ولكن اعتقد انه ممكن يكون مفيد للبعض من اللي بتابعونا اشوف في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقولكم في نهاية كل فيديو بتنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشفونا لأول مرة ولكنتم متابعين الاعزاء متساش اللايك والشير وكمنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته